ليس سهلاً أن تشتعل في العالم الحديث نيران غضب متصاعدة بين الدول النووية الكبرى تلك التحذيرات بدأت تنطلق مع احتدام المشهد الذي لخصه الشرق الأوسط في تصادم أمريكا وروسيا والصين وكوريا الشمالية وما يجري في العمق أخطر بكثير مما يحدث في العلن تقرير حديث للبنتاجون كشف عن تحديات غير مسبوقة تواجه واشنطن في ظل تعاون متزايد بين روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران يهدد بتغيير موازين القوى العالمية ويفتح الباب أمام مواجهات تتخطى الحروب الاقتصادية إلى احتمالات التصعيد العسكري واشنطن ترى في روسيا بترسانتها النووية المتقدمة تهديداً مباشراً وفي الصين منافساً استراتيجياً يعمل بصمت على تعزيز قوته النووية والعسكرية كوريا الشمالية تستمر في تطوير قدراتها الباليستية والنووية بينما تواصل إيران تحدي العقوبات بزيادة نفوذها العسكري هذا التحالف غير المعلن يضع الاستراتيجيات الأميركية أمام اختبار غير مسبوقة خاصة مع احتمالات اندلاع أزمات متزامنة الرئيس بايدين وصف التعاون بين موسكو وبيونج يانج بأنه خطير ومزعزع للاستقرار مشدداً على أهمية التحالف مع كوريا الجنوبية واليابان يأتي ذلك التحرك الأميركي الذي جاء على لسان البنتاجون بالتصدي تحت عنوان الردع للخصوم النوويين في سياق تحليلات خرجت إلى العلن تفيد بأن دولاً كروسيا والصين وكوريا الشمالية تبحث جميعها عن إحداث وصناعة نظام عالمياً جديد الأمر الذي قد يدشن لمرحلة غليان ومواجهة قوى عظمات تبرز فيها أميركا للحفاظ على تفوقها العسكري والاقتصادي في العالم اشتركوا في القناة